لما بلد يحكمها عصابة فشلة مسروعين لما بلد العصابة اللي بتحكمها بس تهتم بمناظر في شرم الشيخ وتتفقد شرم الشيخ اللي ما حصلش وان شاء الله مش يحصل فيها اي مشاكل انما تسيب البلد غرقانة والناس بتتكهرب وعيال او شباب يتريموا من القاطر عادي واحد تتفصل الرئابة تحت القاطر والتاني يختفي او ما يلاقووش او يلاقوو بعد كده لما بلد مشى كده عادي جدا الخلاصة ان الفاشل ده لازم يمشي الفاشل ده عاشق اللقطة وعاشق المنظرة او فينا علي الفاشل ده اللي كان زي الجزمة ماشي ورا بوتن الفاشل ده اللي بيقعد مع قال رئيس دولة بيقعد كما الكلب بس ييجي مصر يعمل فيها رئيس والنضارة وياخد حاجات ويمشي كده يترسم عارف انت الكلب عند بيته بيبقى عامل ازاي بيبقى ذكر بس هات الكلب وده بره بيته بقى هو ده الفرق الفرق ان الفاشل ده كان قاعد جنب بوتن وماشي عامل كده زي البنت البكر بس عندنا احنا او قدام كنته يقعد بقى ويتجعص ويعمل نفسه زعيم الخلاصة ان الحل الراجل ده لازم يمشي ارحل يا فاشل الهاشتاج الهاشتاج ده عاد للتصدر بعد فشل السيسي في مواجهة الازمات ده الهاشتاج اهو ارحل يا فاشل يعود للتصدر بعد فشل عبد الفتاح حسين خليل السيسي في مواجهة الازمات ده اللي عملوه الشباب على او الناس المصريين العاديين اللي عملوه على السوشيال ميديا واللي كتبه تحت يدعو بيته اللي تتشين محاطة الضبعة ده السيسي مش عايز يمويتنا غرقيني بس لا وكمان وياسمينة قالت ادفار صغار راحوا ضحية الامطار سعقا بالكهرباء وحساب الثورة اجمعنا قال عشان اللي مش لقين ياكلوا متشردين في شوارع مصر زادوا مليون في ثلاثين بس يا فاشل والبنت حد اتكلم على البنت اللي محتضن المصحف بتاعها اللي عندها ثمان سنين سعقا بالكهرباء ارحل يا فاشل فشلت داخليا مشكلات كهرباء ومية وغاز ارتفاع اصعار انخفاض جنيه تدني في الصحة التعليم في السياحة ارحل ارحل يا فاشل خلال سبعة وستين سنة العسكر بيحكمونا بقلومة طوارئ حكم الجبناء السفلة السنة الوحيدة اللي ما كانش فيها طوارئ كانت سنة الدكتور مرسي الله يرحمه مصر يا حضرات عندها مشكلة في الراجل ده مصر مش محتاجة بلعات مصر مش محتاجة مؤتمرات مصر عايزة عدل مش مؤتمرات مصر عايزة واحد يحل ازمة سد النهضة مش يعمل مؤتمرات مصر عايزة واحد يحل البطالة والفقر مش عايزة مؤتمرات ولا عايزة عاصمة إدارية ولا عايزة قصور رئيسية مصر عايزة حاجات كتير جدا لكن أهم حاجة عايزها مصر والأكيدة أن الراجل ده لازم يرحل